إلى إيران يرحل الرئيس فهناك ملفات عدة تختبئ خلف عباءة الرئيس الإيراني القادم والمنصب بحفل بالعاصمة طهران لتولي منصب الدولة النووية ذات الهيمنة الكبيرة على المنطقة في ظل احتقان كبير بعد أيام من حرب الناقلات في الخليج والغضب الدولي ضد إيران ملفات عدة تفتح على الطاولة بين بغداد وطهران فالحدود المشتركة ترسم ملامح سياسية وأمنية وصحية بين البلدين في وقت أشار فيه الرئيس العراقي إلى ضرورة تعزيز الجهد الأمني واستمرار محاربة داعش ملمحا إلى دور طهران الفاعل في مواجهة الإرهاب بحسب بيان الرئيس اتفاقات وتفاهمات مبرمة يذهب فيها البعض إلى أبعد من بوصلة السياسة إلى جماعات مسلحة تدعمها إيران زادت فاعلية في الأوينة الأخيرة باستهدافات متكررة لمواقع عراقية ومطار بغداد وقواعد عسكرية أخرى اقتصاديا واشنطن تمد استثناء بغداد من العقوبات ضد إيران أربعة أشهر أخرى لاستيراد الكهرباء والغاز المسنود ضعيفا والمعتمد على الجارة الشرقية رغم احتراق النفط في البلاد لسنوات المنافذ الحدودية مساحات واسعة من النقاش بين العاصمتين فهمنة الدولة تقف عند التهريب ودخول البضاعة المنافسة المحلية والاختلال عند المنافذ بين العاصمتين رئيسي المرتقي للرئاسة تنتظره خريطة قد تكون مشابهة لنظرائه السابقين في التعامل بين البلدان وجيران فالسياسة الإيرانية لم تتغير اتجاه العراق بتغير الوجوه والمسميات وطهران ثابتة رغم توتر المنطقة وهزائز الشرق من بغداد علي اسد الرشيد